اشتركوا في القناة 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 فقال بلى إني قد غضيته لكم فتزوجت هذه المرأة الأنصرية بجليبيب ونشب الختال وسمع جليبيب سمع جليبيب صوت المعركة فترك زوجته ليلة عرسه وخرج من أجل أن يشارك في الختال فوجد بعد المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تفقدون قالوا فلان وفلان قالوا ولكنني أفقد جليبيبا فوجدوه في وسط ستة قتلهم ثم قتلوه فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ليس له سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قتل ستة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه فكانت هذه المرأة الأنصرية جديرة بجليبيب قالوا فكانت هذه المرأة أنفخ امرأة في المدينة أي أغلى امرأة مهرا في المدينة لأنها عظمت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق النص في الجيل الأول لأنهم كانوا يقطعون حبال الجاهلية بمجرد أن يدخل الواحد منهم في الإسلام يطبق على عتبته كل ما كان من أمر الجاهلية وليكن له ولا إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولل المسلمين فهذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أبوه رأس النفاق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعذ منها الأذل وكان يظن بجهله أنه هو الأعذ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل فلقنا درسا لا ينساه أبدا الدهر ففي عودتهم إلى المدينة من غزوة بني المصطلق وقف عبد الله بن عبد الله بن عبي وكان مؤمنا صدقا شائرا سيفة والناس يمرون من تحت سيفه فلما أراد أبوه أن يدخل قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وقد لقنا هذا الدرس بأن الأعزة لله ولوصوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وجد أصعب بن عمير أخاه أبا عزيز بن عمير وجده في الأسر يأسره أحد الأنصار فظن أبا عزيز أن أصعب سوف يوصي به فإذا الأصعب يقول الأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع أي عندها مال لعلها تفديه منك فقال أبا عزيز لأخيه مصعب هذه أوصاتك بي يا أخي قال إنه أخي دونك إنه أخي دونك أي هذا الأنصاري هو أخي فإن أخوة العقيدة مقدمة على أخوة النسب إنه أخي دونك فكان الصحابة رضي الله عنهم بمجرد إسلامهم يتركون على عتبة الإسلام كل ما كان من الأمر الجاهلية ولا يكون لهم ولا إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق النص في الجيل الأول استعانتهم بالدنيا وشجاعتهم النادرة وجد في التابعين عباد وزهاد ولكن نعيات البذل والتضحية لم توجد في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم لقوة يقينهم بالآخرة فهذا عمير بن الحمام يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قموا إلى جنة عرضها السموات والأرض فيقوم عمير بن الحمام فيقول بخ بخ يا رسول الله أي أستحسن هذا جنة عرضها السموات والأرض قال ما حملك على قولك بخ بخ فقال والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكل من أهلها قال فأنت من أهلها فأخرج عمير تمرات من خرنه أي من عمامته يأكلهن ثم ألقى بالتمرات وقال إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة وأخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه فلم ترأيات البذل والتضحية في جيل من أجل الأمة كما وجد في الجيل الأول وهذا كذلك عبد الله بن جعفر في غزوة موتة لما اختحم على فرس له شقرار ثم عقرها وهو يقول يا حبذ الجنة واخترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم خدنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها يحمل راية بيميني فتقطع يمينه فيحملها بيساري فتقطع يساره فيحملها بين عرضيه فيضربه رجل من الروم بالسيف فيخطاعه نصفين وجدوا بيئي بضعا وتسعين ما بين ضربة وطعنة ورمية أي رمية سأم فهكذا آيات البذل في الجيل الأول من أخلاق النص في جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة حتى قال بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل خول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فكانوا أزهد الناس في الدنيا يقول أنس رضي الله عنه رأيت عمر بن خطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين وبين كتفي رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض أي في موضع واحد من ثوب ثلاث رقاع لبد بعضها على بعض ولما ذهب عمر يستلم مفاتيح بيت المقدس كان في ثوب أربع عشرة رقع عدها القسيسون وأم ينظرون في كتبهم ووجدوا صفرة عمر رضي الله عنه ويلبس ثوبا فيه أربع عشرة رقع فسلموه مفاتيح بيت المقدس ولما ذهب عمر رضي الله عنه يستلم مفاتيح بيت المقدس قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح قالوا يأتيك الآن فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر ثم ذهب به إلى بيته فنظر عمر في بيت أبي عبيدة فلم ير إلا سيفه وترسه ورحله أي ما يضع على الفرس فقال لماذا لم تتخذ كما اتخذ أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المخيل هذا يبلغنا المخيل فكان الصحابة أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة من أخلاق النص في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهتمون بتزكية نفوسهم فكان عمر رضي الله عنه يقوم من الليل فإذا دخل على آخر الليل أيقظ أهله وترى قوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها وكان ولده عبد الله بن عمر كان يقوم من الليل ويقول ينافع ومولى عمر أصبحنا فيقول لا فيصلي من الليل فيقول ينافع أصبحنا فيقول لا فإذا أخل نعم جلس يستغفر الله عز وجل فهذه بعض أخلاق النص في جيل الصحابة رضي الله عنهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثم أما بعد عباد الله من أخلاق النص في جيل الصحابة صدقهم فكانوا أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ووكل به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ونشب القتال فغنم شيئا من الغنان فقسم وقسم له فذهبوا له بقسمه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله قال قسم خسمته لك قال والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله ولكنني تبعتك على أن أرمى بسهمها هنا وأشر إلى حلقه فأموت فأدخل جنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه فنشف الختال مرة ثانية وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه فكانوا أصدق الناس أقوالا وأحماء وأعمالا هذا أنس بن مالك يروي عن عمي أنس بن نظر يقول غاب عمي أنس بن نظر عن ختال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول ختال قتلت المشركين فيه فوالله لإن أشهد لله ختال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم وحد وانكشف المسلمون قال الله ما إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني مشركين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه ثم تقدمه فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني لأجل ريحا من دنيا أحد قالوا على سبيل كرام وجدت فعلا ريحة الجنة إني لأجل ريحا من دنيا أحد قال السعد فما استطعت إي رسول الله ما صنع أي أصف ما صنع أو أصنع كما صنع قال أنس فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه من أحد إلا أخذوه ببنانه أي بأطراف أصابعه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه من الممين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من خضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكان الصحابة أصدق الناس أقوالا لم يؤثر عن صحابي كذبة واحدة لأن الكذب كان خبيحا عند العرب حتى أبو سفيان بن حرب لما أرسل له إراق وأوقف أصحابه خلف ظهره وقال إن كذب علي فأشير إلي قال أبو سفيان فوالله لو لأني أخاف أن يؤثر عني كذبا لكذبت عليه لو لأنه يقول الصحابة الأصحاب الذين معه يرجعون يقولون بأن سفيان كذب على إراق لكذب على إراق لأنه كان في هذا الوقت سديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الكذب قبيحا عند العرب وما ازداد بالإسلام إلا قبحا فكان الصحابة أصدق الناس في الأخوال والأحوال والأعمال من أخلاق النص في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من عند الله عز وجل كما قال تعالى النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم خرج عمر بن العاص بأربعة ألاف لفتح مصر ومكث سنين لا يستطيع أن يفتح مصر ثم أرسل إلى عمر يطلب منه المدد فقال له عمر تقاتلون منذ سنين وما ذلك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا وأرسل إليه عمر أربعة ألاف أخرى وعليهم أربعة من كبار الصحابة والفرسان الصحابة على رسيم الزبيد بن العوام وقال إذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال في يوم الجمعة فإنه وقت الإجابة وصل بالناس ركعتين وقرأ عليهم كتابي ثم قدم هؤلاء الأربع والناس خلفهم صدمة رجل واحد يستنصرون الله عز وجل هي يطلبون النص من عند الله عز وجل فقرأ عمر بن عاص كتاب عمر في وقت الزوال وصل ركعتين وقدم الأربع الصحابة وخلفهم بخية الجيش يكبرون ويهللون ويستنصرون الله عز وجل ففتح الله عز وجل عليه النصر فكانوا يطلبون النصر من عند الله عز وجل ويطلبون العزة بما عزهم الله عز وجل به فهذا عمر ذهب يستلم مفتيح بيت المقدس ومعه غلامه أسلم فكانوا يتناوبان على البعير ليسوا لك بعير خاص بالخلافة وآتت يعني دورتي أن عمر يسير على قدميه وغلامه راكب على البعير وعمر يجر البعير فاعترضت مخاضة فخلع قفيه وجعلهم على عاتقه وهو يدخل بيت المغرس فاستقبله أبو عبيدة فقال ما وددت أن أهل الشام استشرفوه ينتظرون الخليفة فيرون الخليفة يأتي بتوب مرقع ويخلع عليه ويأخذ المخاضة بقدميه فقال له عمر أول يكلم التوجع لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنا أذل الناس فعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل كنا أذل الناس فعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل من أخلاق النص في الجيل الأول حرصهم على الوحدة والإتلاف فكان النجسي صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر يصلون في منا يخسرون صلاة في منا ثم آت عثمان فتأول فصلى أربع ركعات فلما بلغ ابن مسعول ذلك استرجع قال إن لله وإن عليه راجعون ثم صلى أربعا فقال له أنكرت على الخليفة وصليت أربعا قال الخلاف شر وثبت أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كلاما شديدا ثم صلى أربع ركعات وكذلك عليه رضي الله عنه كان يقول إني أكبر الاختلاف وأحب الاتلاف والوحدة حتى أموت كما مات أصحابه فهذه جملة من أخلاق النص في الجيل الأول جيل الصحاب رضي الله عنهم فماما توفرت هذه الأخلاق في جيل من أجل الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اخسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طعاتك ما تبلغ نبي جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وخواتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل خرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين وعلى راية الحق والدين اللهم اكون مع المصطدعفين من المسلمين في سوريا في العراق واليمن وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم افرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والرباء والزناء وردهم إليك ردا جميلا صلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه يسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين